التطوير والاستمرارية شعار حملته مؤسسة تطوير صناعة السيارات في صالون الدولي بعد حرصها على مشاركتها المتتالية في المعارض وتقديمها لأحدث عتادها هدفة المؤسسة من المشاركة في الطبعة 55 للمعارض الدولي الجزائري هو تعريف الجمهور بالمنتجات الجديدة من علامة صناكوم عندنا 6 نماذج جديدة 3 نماذج شاحنات وكذلك 3 نماذج جدع حافلات ستة شاحنات عرضتها مؤسسة تطوير صناعة السيارات في الصالون الدولي كان من أبرزها الشاحنتين الجديدتين كادوز وكاست فرغل سنك المزودتين بأحدث التكنولوجيات الأمر الذي جعلها قبلة لزوار المعارض النماذجين للشاحنات لأعرضناهم هم النسختين المطورتين من الشاحنتين كاس وصونسيس معروفة لدى الشعب الجزائري وكذلك شاحنت كاسونفان كاسونفان مطلوبة بقوة أيضا خاصة من طرف الفلاحين كما ركم تشوفوا عندنا النسخة المطورة تاعة كاس وصونسيس وعندنا اللي راهي في الكاميرا هي النسخة المطورة لشاحنت كاسونفان حلة جديدة ديزاين جديد يعني مشباش في النسخة القديمة تماما النقطة المشتركة بينتهم هي أنه عندها نفس طاقة الحمولة اللي هي 12 طن حرسوا مؤسسة تطوير صناعة السيارات على عرض جديدها في كل مشاركاتها في المعارض وضمها لعلامات عالمية يؤكد التطور الكبير الذي تشهده هذه المؤسسة